الامن الانتخابي تحدي كبير يقف في طريق الحكومة حتى يوم الاقتراع المخاوف لم تكتب لها النهاية بشأن سطوة السلاح المنفلت واتثير المال السياسي واتداعياتهما على الانتخابات وهي معوقات ما تزال شخصة رغم الخطوات الحكومية نحو صناعة مناخ انتخابي آمن انت تتحدث عن سيطرة السلاح عن سيطرة رأس المال السياسي وعن هيمنة القوة السياسية على الشارع اكو هيمنة اخي اكو امكانيات كبيرة يعني ما اكو نقطة شروع ما اكو مبدأ لتكافؤ الفرص ولا اكو نقطة شروع جديدة ممكن لهذه التيارات السياسية تستوعب الآخر على الورق اللجنة الامنية الخاصة بالانتخابات وضعت خطة من خمسة محاور للتأمين العملية الانتخابية اما على الارض فقد يصعب تطبيقها بشكل كامل بحسب بعض القراءات في ظل المخاوف من تكرار ما حدث في الانتخابات الماضية الا في حالة توفير بيئة امينة تؤكد الحكومة انها تعمل على خلقها المفاوضية اعلنت انها جاهزة لاجراء الانتخابات في موعدها هناك بعض المفاصل الامنية المفاصل اللوجستية هذه واجب قيادة العمليات المشتركة ويبدو ان التنسيق سيكون عالي المستوى بين الجهات ذات الالاقة برعاية واشراف رئاسة المزراء ومنظمة المجتمع معطيات بنورام المشهد الانتخابي والتنافس المحموم بين الكتل السياسية فيه يشيان بضرورة تطويق تلك المعويقات وابعد تأثيرها عن صناديق الاقتراع لانهاء هواجس القلق الشعبية بشأن اجراء الانتخابات والخوف من تزويرها والتلاعب بنتائجها من العاصمة بغداد بدروركابي التغيير